موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ملاعبنا تحمل في طياتها الكثير من وضيع الساحة الرياضية الإماراتية ويسعدني أن يرافقني فيها كل من الأستاذ أحمد خليفة حمد أهلا ومرحبا مرحبا بخير وعبد الرحمن وكذلك يتواجد معنا الكابتن بخيد سعدي أهلا ومرحبا بثانيا مرحبا بخير وعبد الرحمن في أول موسم له في المحترفين البطايح ظهر بشكل لافت وقوي في بطولة الدوري لكن في أقل الكؤوس كان حضوره كذلك مميزا حيث استطاع بلوق الدور ربع النهائي من المسابقة للمرة الأولى في تاريخه موسيقى البطايح في أول موسم له بالمحترفين ظهر بشكل لافت ضمن منافسات الدوري حيث استطاع جمع أربع عشرة نقطة منذ بداية البطولة أبعدته نسبيا عن مراكز قاع الهبوط هذا بالنسبة لنتائج الفريق أما على مستوى الأداء كان الراقي راقيا في كل ظهور له حتى في المباريات التي انهزم فيها بعيدا عن الدوري سجل الفريق حضوره في بطولة كأس رئيس الدولة ودخل إلى دور الستة عشر من أجل بطاقة العبور حينما حل ضيفا على اتحاد كلباء وفي مواجهة دراماتيكية استطاع فيها النمور تسجيل التقدم بفارق هدفين على مرحلتين الأولى مع بداية الشوط الأول والثانية مع نهاية الشوط الثاني لكن رغم ذلك البطائح استطاع العودة من بعيد وعادل النتيجة في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء ليكون الحسم بعدها من نقطة الترجيح بعد أن انتهت الأشواط الإضافية دون أهداف عودة لم تكن الأولى للفريق في هذا الموسم وهو الذي حققها أيضا أمام اتحاد كلباء ضمن مباريات الجولة الماضية من دور المحترفين حيث تقدم النمور بفارق هدفين واستطاع الراقي العودة من بعيد وخطف على إثرها نقطة ثمينة قبل هذه الجولة البطائح أيضا حاول العودة أمام العين لكن الوقت لم يسعفه ويذكر أنه كان خاسرا بفارق هدفين لكنه استطاع تسجيل التعادل قبل أن يوقع الزعيم على هدف الفوز وهنا نستنتج حقيقة القوة الذهنية التي يلعب بها الفريق على أمل العودة دائما أصابت معهم أكثر من مرة ومرات لم تصب لكن في نهاية القصة البطائح كتب التاريخ في أغلى البطولات بحجزه مقعدا في دور الثمانية بالمرة الأولى في تاريخه إلى جانب كسب احترام الجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفد جديد في عالم كرة الغدم وهو آخر المنظمين كان لدور الدرجة الأولى وتحديدا بدأت مسيرة فريق البطائح في كرة الغدم في عام 2019 على مستوى الفريق الأول ولك أن تتخيل خلال ثلاث سنوات استطاع الفريق الصعود إلى دور المحترفين وفي أول ظهور في دور المحترفين ظهر بشكل مغاير عما كان يأتي من دور الدرجة الأولى حيث أثبت وجوده من البداية وقدم مباريات كبيرة بينما على الكاس ذهب بعيدا ورفع الرأس من خلال وصوله إلى دور الثمانية حتى الآن بخليفة البطائح يلعب بمستوى ما تحس أن فريق جاي أساسا من دور الدرجة الأولى فريق عنده أكثر من ريمونتادا فريق يعني الآن متخصص أصبح على اتحاد كلبة في مباراتين على التوالي يعود من بعد خسارة وفريق يقدم مستوى بشخصية جميلة ومميزة للأمانة بسم الله الرحمن الرحيم البطائح نسى الدرجة الأولى البطائح خلاص من الفرق تقريبا يعني يلزمها القليل يثبت نفسه في دور المحترفين في الموسم القادم المكان في الجدول ممتاز جدا بداية كانت تذكر بداية مبهرة في بداية الموسم طبعا ما ننوم البطائح إذا حصل عنده بعض النقفات في بعض المباريات لأن الدوري المحترفين دوري صعب محتاج خبرات محتاج إمكانيات محتاج نوعية معينة من اللاعبين من اللاعبين الأجانب لكن رغم ذلك البطائح استفاد من فترة التوقف الأخيرة حلونا نرجع لآخر المباريات عمباراتين مع بعض وغير كلبة صحيح المبارات كلبة الأولى كان خسران 2-0 ورجع تعادل 2-2 نعم قبلها مبارات العين كان خسران كذلك 2-0 واستطاع أن يرجع بلاية 2-2 ولكن لا بس استطاع أن يرجع كفة فريقة في دقيقة 87 بهدف وفاز العين 3-2 بالتالي البطائح اليوم يلعب يعني يعني يلعب خلنا نقول بإمكانياته يلعب ما يتأثر بالنتيجة المبارات يدخل هدف أو هدفين قادر أن يعود شفنا في مبارات في مبارات كلبة الأخيرة هذه في كاس سيدي صاحب سمو رئيس الدولة استطاع أن يرجع في دقيقة 90 وهذا يعني معناته أن الفريق كان يلعب برتم يعني معين يعني ما أثرت في نجات المبارات ولا حتى الوقت وقت المبارات اللي عابين تأثروا فيها لكن استطاع أن يرجع وطبعا دائما في مبارات الكوس اللي يرجع يعني يرجع بالشكل هذا تكون معناميات مرتفعة وهذا اللي صار مع الفريق ودخل ضربات الجزاء وستطاع أن يفوز يمكن معطيات قبل المبارات كان ترجح كفة كلبة لأن كلبة يعني مؤدي موسم جيد لكن كلبة الفترة الأخيرة يفتقد المهاجم يعني المهاجم الصريح صحيح أحمد عامر موجود لكن غياب يعني واحد مثل ملابة واحد مثل ملابة والدور اللي كان يؤدي ملابة قبل ما ينزل المستوى وقبل ما ينتقل من الفريق كان واضح في الفريق اليوم كلبة يعني أعتقد أن المطالبة باقي 4 أو 5 أيام باقيها عفتت الانتقرات مطالبة أنه يوجد يوجد حل مديل لملابة ملابة اللي ينتقل اللاعب يكون يؤدي نفس الدور لأن الفريق تعود على سيستم ملابة آخر ثلاث مواسم تقريبا يلعب بشكل معين هذا الشيء نرجع للبطايح البطايح اليوم نموذج لنادي صاعد استطاع أنه يتأقلم مع ظروف ووضعية دولة المحترفين استطاع أنه نحن تعودنا على أن الصاعد هابط يعني في كثير من المواسم ويمكن اليوم دبه في وضعية وضعية صعبة جدا يعني في مؤخرات الجدول وبرصيد قليل من النقاط لكن البطايح اللي صاعد معدبة استطاع أن يحلق إلى مستويات أفضل هذا شيء يحسب أول شيء يحسب للإدارة يحسب لللاعبين يحسب للجهاز الفني يحسب للمنظومة كلها كاملة أنك اليوم تكون موجود في دولة المحترفين وتكون بشكل هذا لا وتدخل في بطولة مهمة بطولة كائس سيدي صاحب اسمه رئيس الدولة أنك توصل إلى ربع النهاي في هذا الموسب صحيح أن الحظ خدمة أن يلعب مع كلبة ويلعب مباراتين مع بعض ورب بعض يعني عرف كلبة وعرف طريقة كلبة وعرف نقاط الضعف القوة كذلك كلبة عرف البطايح لكن البطايح يعني من باراتين ما خسر مع كلبة يعني ضربات الجزاء هذا موضوع آخر لكن هنا هنا اثنين اثنين وهنا ثلاثة ثلاثة ودائما هو اللي يعود أكيد دائما اللي يعود أعتقد أنها هذا شيء يعني أمر جيد يعني وحتى البطايح الآن يلعب خلنا نقول بريحية ويلعب نفسية يعني أفضل عن البداية البداية أمامه مبارة مبارة مع عجمان عجمان يعني يعني أفضل عن كلبة لكن لكن البطايح يلعب شكل ممكن حقق فيها المفاجأة ونشوف عجمان ونمحات ممكن تودي دور الأربعة ونشوفها في دور الأربعة مع الكبار يعني دخلت في دور الأربعة معناها أنت تدخل مع الكبار أكيد فهذا في البطايح يمكن يجد نفس اليوم في المباراة القادمة أنه موجود في مربع كأس سيدي صاحب سماء وليس الدولة وهذا بحد ذات إنجاز مميز للفريق في هذا الموسم وإن كان أنا موجهة نظري أن يركز على البقاء ويركز على عملية أن يبتعد عن صراعة المؤخرة هو على بعد نقاط معينة حال البطايح أفضل عن حال أندية أخرى واقعيا على حسابات دورينا يعني ست نقاط تكفي البطايح للبقاء صحيح يعني أن يركز يركز على مسألة البقاء لأنها مهمة جدا هذه المسألة لأنه يثبت يثبت أقدامه ويشوفها في الموسم القادم وأدخذ يعني الموسم القادم يمكن يتطور الفريق ويشوف شكل بشكل أفضل عن الموسم الحال بخيط السر في البطايح نوعا ما يعني موجود من خلال نادي تأسس في 2012 اليوم نحن في 2023 في البداية يعني عشر إلى 11 سنة عمر النادي ككل يملك لاعبين اليوم على مستوى عالي يملك فرق مميزة يملك لاعبين في المنتخبات السنية كذلك من خلال من أبناء النادي وعمل فريق أول في ثلاث سنوات عجز كثير من لدي عجزة تعمل اللي عمل البطاية حرقهم العمر الكبير يعني اليوم في أندي لها متأسسة أكثر من ثلاثين واربعين سنة تشارك بالفريق الأول في الدرجة الأولى ولكن تراوح في مكانها بسم الله الرحمن الرحيم بالفعل أعتقد أن فريق البطايح يؤدي مباريات على مستوى عالي من بداية الدوري أدنك للمحترفين ويمكن المفاجأ الذي حققه وخاصة أمام فريق الكلبة من نفس الفريق يعني أعتقد أن فريق البطايح يعني أتوقع عمل لداري لقيم من خلال اللجنة الفنية التي اختارت اللعيبة بدقة وجود الكثير من اللعيبة كانت المثل من المنتخب الوطني إذا تكلمنا عن أسامي مثل خميس إسماعيل حبوش عندك مدخلي مدخلي حاليا موجود عندك الكثير من اللعيبة بالإضافة للعيبة الأجانب هم يتميزوا على فكرة في الأجانب يوم الأجانب كلمة سر في البطايح يعني فلورانس أعتقد أول بداية سجل كثير من الهداف يمكن في فترة يمكن الفريق يوم يقام يخسر إصابات في بعض الصفوف الأمامية مثل إصابة فلورانس عندك في اللعيب الموجودين الباقين يعني أعتقد أنه التوليف الموجود بالنسبة فريغ البطايح توليف يعني يعني تخلي من الفرق اللي ما يخاف عليها بالنسبة في الدورة المحترفين والدليل النقاط التي أحرزها حاليا نتكلم من نقطة جميلة جدا بالنسبة للحسابات اللي محتاجة فريغ البطايح اللي هي مجرد ست نقاط ست نقاط يعني مبارات فوز ويمكن ثلاث تعادلات أو حتى مبارتين فوز والدوري تولي بادينا حين بداية الدوري الدور الثاني فأعتقد أن فريغ البطايح أحيانا يمكن حتى المبارات اللي يخسر فيها ما يخسر بطريقة يعني أن ما كان مثلا متواجد كفريغ منافس ولكن ممكن يعود المباراة في أي وقت الدليل أن أمام العين خسران 2-0 وفي العين وترجع إلى 2-2 بالفعل تخسر آخر ثلاث دقائق شيء كبير هذا يعني شيء كبير وهذا ندل ندل على أن الفريق يمتلك مقاومات اللعيب اللي طبعا هم دايما مثلا يعطون دافع كبير للفريق التغيير لمدرر في فترة الأخيرة يمكن هاي الأمور حصلت لفريق البطايح يمكن ارتأت الإدارة وأمور حصلت وتغير المدرب ولكن ما زال الفريق بعناصر الموجودة يدي نبارك له وصول الدور الثمانية وهذا طبعا نجاز غير مسبوق فريق البطايح وانتمنى ان شاء الله التوفيق في المباراة الجاي نحن سنتجه إلى الأخوة في شركة كرة القدم في نادي البطايح وتحديدا سليمان النغبي عضو شركة كرة القدم في نادي البطايح أرحبك في برنامج ملاعبنا مبارك لكم هذا الفوز مبارك لكم هذا الصعود إنجاز جميل لنادي ناشئ وهو أحد أحدث الأندية في دولة الإمارات ولكن ما يقدمه عمل كبير جدا سليمان مرحبا وسهلا مرحبا أخوي حياك الله البداية أنا أحب أشكركم على الاستضافة ورحب فيكم ورحب في الكابتن بخيت والكابتن أحمد خليفة نعم مشكورين على الاستضافة ويزاكم الله خير واجب طالعمرك مبارك لكم فوسكم في مباراة يوم أمس الله يبارك فيك الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحن نحب نهدي هذا الفوز لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ونهدي أيضا لسعادة عبيد سعيد طنيجي رئيس شركة كرة القدم نادي القطايح وأعضاء مجلس الإدارة الكل اجتهد دعمهم كان دعم لا محدود يزاهم الله خير ما قصروا في الدعم يزاهم الله خير وأيضا نحب أن نشكر أعضاء اللجنة الفنية اللي اجتهدوا وقاموا بمجهودات كبيرة في العمل في نادي القطايا الحمد لله رب العالمين نعم كمان نود أن نشكر الجهاز الفني والجهاز الإداري وجميع القائمين على هذا الفريق أكيد بلا شك طيب العمل هذا الآن يضاعف عليكم المسؤولية في القادم من عمر مسابقة سواء الكاس ولا حتى الدوري اليوم أنتم في الدوري ما ضمنتم البقاء رسميا وفي الكاس طموحاتكم بدأت تكبر أكثر وأكثر خاصة من بعد وصولكم إلى دور الثمانية بلا شك القادم بالنسبة لفريق البطايا الحمد لله رب العالمين طبعا نحن في الكاس فرحنا بالتأهل ولكن الكاس صفحة وطويناها البارحة طبعا على طول بعد المبارحة نعم تركيزنا الرئيسي على بطولة الدوري وهدفنا الرئيسي هو البقاء في الدوري أدنى كل المحترفين طيب أبلك معلومة أن نادي البطايح أو شركة كرة الغدم فتحت فعلا خط للتجديد لبعض اللاعبين للاستمرار في الموسم الماضي وهذا التجديد مقرون في مسألة البقاء اللي أنتوا قريبين منه والتجديد يشمل أسماء اللاعبين الأجانب اللي يعني أصبحوا كذلك اليوم يعني مطمع للأندي الثاني بعد المستوى اللافت هل فعلا دخلتوا في مفاوضات مع اللاعبين بديتوا مسألة التجديد أم لا نعم إن شاء الله في المرحلة القادمة نحن نجهز ونردت إلى هذه الأمور إلى جانب اللي عندنا الحمد لله رب العالمين نقدمه مستوى عالي ومستوى رائع وخدمه الفريق بشكل إيجابي الحمد لله سليمان عقودهم جاهزة ما بتجهزون أنتم جاهزين عقودهم طابعينها تقريبا تقريبا نحن ماشيين في هذا الوضع الحمد لله رب العالمين طيب في حد من اللعبة جدد بدون ما تذكر الاسم يعني لك حرية الإيجابة إذا حاب في حد جدد من اللاعبين فعليا والله نحن ماشيين ماشيين في الموضوع إن شاء الله ويبين خلال اللي يعمل قادمة إن شاء الله تمنى لكم إن شاء الله التوفيق طيب بالنسبة للمرحلة القادمة من عمر الدوري طموحاتكم البقاء ولكن واضح أن الفريق يعمل على استراتيجية أكثر من مجرد البقاء في الظهور الأول نعم بلا شك نحن طموحنا وهدفنا الرئيس البقاء في دوري أدنى المسترفين ولكن عدنا ثقاء في الفريق وفي المدرب والجهات الهداري وإن شاء الله إن شاء الله نحقق مراكز أفضل من المركز اللي نحن في إن شاء الله غياب أحمد خليل في الفترة الماضية هل انضمامه لأداء الخدمة الوطنية وبلا شك إذا كان ذلك الغياب فهو شرف كبير لللاعب من ينضم لخدمة الوطن أم لأمور أخرى لا لا نعم أحمد خليل إن شاء الله بيلتحق في الخدمة الوطنية وإن شاء الله بيرجع وبيرجع أقوى إن شاء الله بإذن الله أحمد خليل داعب كبير والكل يتمنى إن يكون أحمد بن صف طيب السؤال أخير فيما يخص الملعب اللي يعد للبطايح كان المفروض أن تبدأ مباريات الدور الثانية حسب ما كان مخطط أن يلعب في البلعب الخاص فيه هل راح يلعب البطايح هذا الموسم شيء من المباريات على الملعب المخصص أم أنه راح يستمر ويلعب في شواء ملعب خور فكان اللي تم اختياره وفي بداية الدور يلعب في ملعب اتحاد كلباء والله يا أخوي أنت ذكرتني في شيء أنا أحب أني أتوجه في الشكر لإدارة أو مجلس إدارة خور فكان ومجلس إدارة تشلبة ومجلس إدارة نادي الشارقة على التعاون ورحمهم قصرين يوني نعم متعاونين يوني إذا هم الله خير وبالنسبة للملعب الملعب إن شاء الله يعني قريبا إن شاء الله عسب المعلومات المتوفرة عندي أنه تم استبدال أرضية تم استبدال مقاعد تجهيز القرف إن كان الإعلاميين لاجتماعات الأمور تم تجديد المبنى بالكامل صحيح؟ نعم نعم والعمل جاري وإن شاء الله يعني ما في موعد معين لاستلامكم والله إن شاء الله نقول إن شاء الله بس تعرف أنت هاي دراءات لازم نتضر عليها ونشكر طيب ختاما قبل إغلاق المركات ولاعب مواطن قادم لكم وأتوقع فيه يعني أكثر من السم تفوضونه هل تم الاتفاق مع أي من اللاعبين؟ لا 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 أعتقد أن إحنا خلطنا بالنسبة لللاعبين ما في حقات إن شاء الله وإذا في شيء يديد إن شاء الله بتعرفونا في الأيام القادمة صحيح دخلت على استعارة لاعب من الشارجة تقريبا أو مش طرف في الموضوع لا 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 ما طرف أشكرك على الشفافية وتمنى لكم التوفيق إن شاء الله إذن سليمان النغبي عضو شركة كرة القدم في نادي البطايح كل التوفيق لكم إن شاء الله والشكر والتقدير دائما على التجاوى السريع منكم شكرا نزاكم الله خير شكرا إياك الله أبو خليفة العمل واضح في البطايح تجديد العقود اللاعبين وهذا طبعا مصدر كان عندنا وأكدنا أنه هناك يعني اتجاه لتجديد العقود وأكد الأخ سليمان ذلك العمل على الاستثمار في أفضل المواهب الموجودة من ضمنهم لاعبين مواطنين جاهز عقودهم ولكن يتبقى أمر البقاء علشان يتم التوقيع رسميا كأن هذه الأمور تحسب كذلك الإدارة أنها تحاسب على أو تحافظ على عوامل النجاح الرئيسية في هذا الموسم صحيح هذا أعتقد أنه أمر جيد جدا حتى الكلام اللي سمعناه من أخ سليمان أن كلها أمور إيجابية سواء بالنسبة للاعبين عقود ملعب وتجهيز الملعب كلها أمور تلع لأنها كفي عمل اليوم الإدارة يمكن تبغي توفر أن تصبح مهم جدا للفريق للموسم القادم ولموسم الاستقرار لا تنسى أن البطايح بعد صعود في الموسم الحالي استعانوا كثير من اللاعبين صحيح تغيروا كثير من اللاعبين اللي كانوا موجودين مع الفريق بما يتناسب مع ظروف دور المحترفين ونوعية اللاعبين الموجودين في دور المحترفين بالتالي استمرارهم مع بعض في فترة ثانية أو سنة ثانية أعتقد أنه يكون له مردود إيجابي على الفريق نفسه طبعا اللاعبين الجالبين التي تتكلمت اليوم عنهم يابو ثاني نعبي مميزين من الطبيعي جدا أن تكون عيون أندية أخرى عليهم يكون تحت المنظار ويكون تحت الأغراء كلها أمور واردة إذا الفريق حافظ على مركزه وحافظ على مكانه في دور المحترفين أعتقد أن الفريق محتاج استبدالهم بالعكس وجودهم بعد أنصر قوة إضافة للفريق وإن كان بعض يمكن استبدال أو تدعيمهم سواء بمقيمين أو ببعض الأمور هذه كلها أمور بس أنك تبدأ من الآن أعتقد أن هذه نظرة بعيدة نظرة بعيدة لتوفير عنصر الاستقرار لأننا شفنا كثير من الفرق هذا عنصر الاستقرار كانت سبب لهم في مشاكل كثيرة وتسبب لهم في تراجع في الأداء وفي النتائج هذا واحد الشي الثاني الفريق لما يرجع إلى ملعبه ويرجع إلى بيته ويرجع إلى بلعبه أعتقد أن هذه نقطة قوية إيجابية على الفكرة فيما يخص الملعب الأخوة في نادي البطايح كانوا يطمحون أن يستلمون الملعب على حاله ومع بعض التعديلات البسيطة جدا إلا أن أتت التوجيهات ليكون الملعب يعني تم استبدال كل حاجة وتم تغيير يعني الأرضية تم تغيير المقاعد الخاصة تم تغيير حتى المنصة الرئيسية منصة الإعلاميين كبائن التعليق كل حاجة تغيرت في الملعب ليواكب المستويات التي قدمها الفريق وليذهب إلى مكان يشعر أن مكانه حقيقة ولا يحتاج إلى أي تعديل وهذا أبو خليفة راح يصنع فارغ كبير نعم من ناحية معنوية للفريق للعناصر الفريق حتى للجهاز الفني هذه نقطة استقرار مهمة كبيرة جدا أن يكون لك مكان ويكون لك أن تتمرن فيه وتلعب ووظيف ييك وظيف اليوم عندك اليوم أنت وظيف تساوون أنت تتجهي لنادي آخر ووظيف ييك هناك فاقد بعض الميزة فريق البطايح في هذا الشيء لكن يمكن الظروف حكمة هذا الشيء لكن أنا أتوقع إذا عاد إلى ملعبه مثل ما نرى كثير من الملعب تكون عصية على الضيوف الضفرة خير مثال الضفرة في ملعبه شرس ما يقبل الخسارة بسهولة بنياس مثلا هناك فرق في ملعبها في ملعبها يكون لها ميزة أعتقد أن هذه ميزة تكون مهمة جدا بالإضافة إلى أنك كنت اليوم محافظة على ركائز الفريق الأساسي ومن الآن هناك نظرة أن الفريق باقي فأعتقد هذا العمل في هذا المجال يتجه أكيد بلا شك مواجهة دورة الستة عشر من بطولة كأس سيدي صاحب سمو ورئيس الدولة حملت معها الكثير من الندية والإثارة على مدار اليومين الماضين وخلالهما نجحت ثمانية فرق في حجز مقعد لها في دور ربع النهائي لمدار اليومين الماضيين عشنا إثارة منقطعة النظير خلال مواجهة دور الستة عشر من بطولة كأس رئيس الدولة كيف لا نظام المسابقة يشير إلى خروج المغلوب من الدور الأول وصولا إلى الدور الربع النهائي باستثناء مربع الذهب الذي سيلعب بنظام الذهب والإياب وعليه الحذر كان قويا والاندفاع حضر مع الدقائق الأخيرة للمواجهة الثمانية في اللقاء الأول نال الشارقة بطاقة التأهل على حساب النصر بعد أن تمكن من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين باستاذ الشارقة وفي مواجهة أخرى عاد عجمان ببطاقة العبور إلى الدور المقبل من استاذ الحمرية بعد تغلبه على صاحب الأرض والضيافة الجزيرة كان صاحب الاختبار الأسهل باتفاق الجميع حيث خرج بأكبر فوز في ثمن النهائي بعد تغلبه على قلف افسي بستة أهداف مقابل هدف في لقاء العين وخور فكان استطاع الزعيم العبور لدور الثمانية بفوزه على النصور بهدف دون رد خلال مباراة لم تكن سهلة على ضيوف مواجهة البطائع ومضيفه اتحاد كلباء هي الوحيدة التي حسمت براكلات الترجيح والتي كانت من صالح الراقي بعد نهاية اللقاء في زمنه الرسمي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في ذات الوقت ومن الفجيرة خرج الوصل ببطاقة التأهل على حساب الذئاب بعد أن تفوق عليه بهدفين مقابل هدف الدور الربع النهائي سيشهد على مباراة من العيار الثقيل حيث يلتقي الشارقة مع الجزيرة في نهائي مبكر وهو ذات الأمر حيث يصطدم شباب الأهلي بالعين فيما يلعب عجمان أمام البطائح من أجل ورقة مربع الذهب وفي الشامخة الوصل سيحل ضيفا على بنياس في مواجهة يصعب التكحون من سيعبر منها موسيقى 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 إذن لا مفجأة تذكر في كأس سيدي صاحب سمو رئيس الدولة وثبتت كبار الأندية في هذه المسابقة وضربت بكل قوة لتتواجد في الدورة القادمة الآن الطموحات تقترب بالنسبة للفرق كلها الأمال موجودة تحقيق هذا اللقب والفوز والذهاب بعيدا في هذه المسابقة حق مشروع للثمان فرق اللي وصلت بلا شك إلى دور الثمارية بخيط لا للمفاجآت هذا العنوان الأبرز يعني حتى للأمان فوز البطايح على اتحاد كلبة ما تعتبره مفاجأة لأن في هذا الموسم أساسا البطايح ما خسر من اتحاد كلبة في المباراة الأولى انتصر عليه 2-0 المباراة الثانية كان خسران ردة عادل وفي المباراة الثالثة في الكاس فاز عليه فما تعتبر مفاجأة نهائيا كذلك بالفعل اعتقد النتائج أبو عبد الرحمن ما كان فيها أي مفاجأة بالنسبة للفرق اللي أدت الدور الثلاث يمكن مثل ما تفضلت فريق البطايح ما كان فضع مفاجأ بالنسبة للفوز حيث أنه مفاجأة على الفريق يعتبر اعتقد في الفترة الأخيرة يمكن البطايح يكون مثابة أغدى بالنسبة لإستحاد كلبة صراحة يعني مفاجأة فاجأة تحت كلبة في دوري المحترفين أول مباراة وفاز عليه وتعادل وفاجأ مجيدي للأمان يعني أنت مجيدي في المباراة اللي طافت خسران من نفس الفريق أو فايز عفوا 2-0 على نفس الفريق وترجع تتعادل وتتعادل وفي مباراة الكاس نفس السيناريو بالضبط يمكن ما يعني ما عمل حساب للفريق يمكن مشكلة فرهاد مجيدي مع تحت كلبة أحيانا أنت مفروض الفريق مثل هذا اللي عنده الكثير من الحماس والاندفاع مفروض تعمل حساب وبعدين تم تجدم عليه في مبارتين ويتعادل يعني هذا وضع طبعا أعتقد أن هذا الشي يحسب لفريق البطايح من الفرغ المكافحة والدليل النقاط اللي حصل عليها فترة عجمان والحمرية بوثاني ما في مفاجأة عجمان بكل قوة بفرق الإمكانيات دخل وكسب أبدا يعني في فريق عجمان أعتقد حتى المباراة ومدخل المباراة ما كان حتى التركيز مية بالمية على فريق الحمرية كون أن الفريق من الدوري الدرجة الأولى صحيح وفي الأخير يمكن استشعر هذا الوضع وبدأ طبعا يضغط بقوة وحصل على النقاط أو حصل على التأهل من خلال فريق المباراة أمام فريق الحمرية فريق الحمرية فريق حتى يمكن في الدوري الدرجة الأولى يمكن يحتل مركز الرابع توقع الرابع يعتبر فريق منافس موجود في المنافس يعني نتاج حتى مبش المرضي بالنسبة الحمرية والطموحات الفريق الحمرية اللي طبعا دائما صار لهم الكثير من الفترة هم فترة طويلة يحاولون أن يلعبون الصعود نعم لكن دائما في المتار الأخيرة طبعا أعتقد الفريق يتراجع يتاج الكثير من العمل يمكن إذا نتكلم عن البطايح وفريق الحمرية فريق البطايح يعتبر من الفرغ الحديث التكوين وفريق الحمرية صار لكثير من الفترة طويلة طبعا كثير من نديعة فكرة في الشارج تلاقي نفس الدعم نفس الاهتمام ولكن هناك فارغ كبير فارغ في الكواليتي حمرية نادي الذيد يعني الذيد متأسس في فارغ من الكواليتي تقريبا عبد الرحمن تكلمنا عن فريق البطايح صحيح اللجنة الفنية مشكورة فريق البطايح عملت دور كبير بالنسبة الاستغطابات بالنسبة وصول الفريق بالكوكب من اللعيب اللي طبعا دائما ويمكن مشكلة فريق البطايح الوحيد نحيانا في المباريات الواجهات التي هي طبعا أمام الفرق عنده الخوف أو عنده خوف من الفوز مع أن الفريق يمتلك الامكانيات الكبيرة أنا أبو ثاني بما أنك تكلمت عن اللجنة الفنية ونحن اليوم كأعلام شركاء مش بس أن نبرز هذه المسابقة ونبرز هذا العمل لكن هي الرسالة كذلك نقدمها للخوة في نادي البطايح ونتمنى أنها توصل وتحل في ظل الظروف الإيجابية يعني تواردت إلينا معلومة أن هناك بعض الاختلاف على وجهات النظر ما بين يمكن اللجنة الفنية وما بين شركة كرة القدم وأدى هذا الخلاف لقياب بعض الأعضاء الأعضاء اللجنة الفنية عن الحضور للنادي لعدد كثير من المباريات ويمكن حتى كان في استقالة شفهية أو مكتوبة لا نعلم تماما نتمنى في ظل هذه الظروف الإيجابية في ظل هذه الأجواء المميزة اللي يعيش النادي في ظل الانتقال القريب اللي راح يكون كذلك للملعب المخصص للبطايح أن يتم محتوى هذه الأمور وأنا أتوقع أن الأخوة في البطايح قادرين على ذلك لتجاوز هذه المرحلة والذهاب بعيدا النادي قاعد يحقق نتائج طيبة نتمنى كذلك أن يتم تقريب وجهات النظر اللي ما فيه مصلحة فريق البطايح ونحن نتكلم اليوم من حبنا مرة نتكلم شو المشكلة ومن استقال ومن وطلع ومن وغيرها هذا مش عملنا في الإعلام ولا نبحث عن إثارة يعني لمجرد الإثارة ولكن نبحث كذلك عن تصحيح مسار إذا كان فعلا هناك في خلاف وإذا ما كان يوجد خلاف فنتمنى أن يعني تكون الأمور دائما على وفاق لكن المعلومة اللي لدينا وهي مصدر أكيد وموثوق أن هناك بعض الاختلاف في وجهة النظر وفي كل عمل ترى في خلافات في وجهة النظر لكن إذا كانت تصب في مصرحة الفريق فيا أهلا ومرحبا بوثاني ذكرتنا وكان لابد أن نبعد نوجه هذه الرسالة من خلال ملاعبنا هذه الخلافات إذا كانت خلافات بسيطة فأعتقد أن تحل ما في شيء ولكن إذا الخلافات فيها قابة كبيرة هذه المشكلة بالنسبة للإدارات تعرف أنت هذه الأمور يمكن لا نعرف ماذا صار بالضبط ولكن هذا الوقت تسمونه وقت تشوف الأجوال إيجابية تحل الأمور وقت التكاتف وقت التلاحم اللحمة يمكن نضرب مثال في فريق عجمان مجلس إدارة عجمان متكاتف حتى بالأعضاء حتى خارج عجمان صحيح مش متواجدين خارج مجلس الإدارة نعم خارج مجلس الإدارة فدائما هذه الأمور الإيجابية دائما تلغيب أكيدا على كلامك بعد خسارة عجمان في مباراة أمام شباب الأهلي اللي كانت المباراة إذا فاز كان ممكن أن يتواجد في المنافسة بعد خسارة المباراة ذهب عدد من الشخصيات ومن ضمنهم رئيس مجلس إدارة سابق لنادي عجمان من ضمنهم شخصيات اعتبارية في إمارة عجمان ذهبوا إلى النادي هنوا الفريق على الأداء الرجولي تماسكوا قالوا لهم استمروا رغم أن الفريق رجعوا وخسر مباراة أمام العين إلا أن الدعم مستمر وهذا الذي يفرق بشكل كبير وكبير جدا نتمنى هذا الأمر كذلك ونحن لما نقول نقوله حبا للأمانة في البطايا طيب أبو خليفة النتائج كذلك على مستوى الجزيرة اللي قام باراة سهلة مباراة أمام يعني واضح الفرغ الكبير جدا في المستوى واستطاع الجزيرة أن يسجل هدف مبكر جدا صحيح اليوم شوف أنت يعني يمكن أسهل مباراة كانت هاي المباراة يعني في هاي المرحلة فريق يعني فريق ستي فريق ما عنده مكانيات محدودة وبعدين ظروف اللعب في الدرجة العافية ستي أنك تلعب تكلب أجانب يعني وتيتلعب بخليط آخر من جنسيات وكذا هذا التأثر ومكانيات الجزيرة الفنية ومكانيات اللاعبين ونوعية اللاعبين أعتقد أن الجزيرة كان في خلنا نقول في تقسيمة أو في مباراة ترفيهية في هاي المباراة وكان نتيجة نتيجة كبيرة نتيجة ستة يعني ما شفنا ما شفنا في الامباراة الثانية المباراة الثانية التي انتهت بهدف والتي انتهت بضربات جزاء وانتهت كذا لكن اللي أريد أن لاحظت من المرحلة الحالية وحده طبعا هذا ست فرق موجودة في هذه المرحلة الصعدات. الأهلي الشارج الجزيرة الوصل العين. عجمان السابع. هو سابع. وحده طبعا في المركز الثالث يغيب عنه. وبنياس والبطايح. التاسع والهداش. فأنت اليوم أندية المحترفين سيطرت على المرحلة الحالية. سيطرت على تواجدها. هناك أندية ثقيلة جدا. موجودة. نحن نقادمين على مباريات من عيار ثقيل سواء في المرحلة القادمة أو حتى الربع النهاي أو حتى في نصف النهاي. هناك مواجهات ومواجهات تكون مواجهات صعبة جدا. يعني على الفرق كلها. لأن المباريات اليوم هذه المباريات أصبحت كل المباريات القادمة مباريات نهائية. تقارب المستوى فيها. الجزيرة مع الشارجة مباريات نهائية. الحليوية العين مباريات نهائية. الآن لابد حد من الكبار قادر. له طبعا نظامنا بطولة. لكن كلها عبارة عن مباريات نهائية. نبدأ النهائيات من الرابع النهاي. نرى النهائيات. هذه المباريات ممكن تكون نهائية. مثلا الجزيرة والشارجة ممكن تكون مباراة نهائية. نحن 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 نحن. الأهلي والعين ممكن تكون مباراة نهائية. الوصل وبنياس مباراة صعبة جدا. على الوصل. هناك مباراة في ملعب بنياس وبنياس على فكرة. بنياس لو تلاحظ خطة البيانة. نحن نتحدث عن البطايح. نحن نتحدث عن بنياس. شو؟ بنياس خسر من بعد العودة من التوقف. خسر من الوحدة بصعوبة جدا. وحدة استفاد في آخر دقائق. فاز بهدف. رجع فاز على خرفة كان. ورغم صحوة الظفرة والتعديل الذي صار في فريق الظفرة الأجانب المدرب والأداء الظفرة التي تطور فترة الأخيرة. ورغم أن الظفرة تقدم بهدف. لكن رغم ذلك بنياس استطاع أن يعود ويسجل ويسجل ثلاث هدافه. فبنياس اليوم فريق صعب جدا. يعتقد أنه إذا استمر بالحالة التي يكون موجود فيها. يعني يمكن نشوفها حاليا نحن في المركز التاسع. لكن إذا كان بشكل هذا يمكن يعدل بسهولة من موقعه ويصعد إلى مراكز ثانية. والكلام يمكننا نقوله عن بنياس في السابق أن كنا نبحث عن بنياس يمكن نلقى بنياس اليوم في الدور الثاني. نلقى بنياس ونشوف بنياس يمكننا نبحث عنه من موسمين. لأن الخط البياني للفريق مع الدفعة المعنوية للفريق المتواجد فيه في المرحلة الحالية أعتقد أنه يكون شيء جيد مؤثر جدا في أدى بنياس. الجزيرة طبعا لم يواجه صعوبة في مباراة الستي. لأن التكافأ كان. لمباراة مع غلف كانت. غلف والسيتي. غلف نعم. ستي فريق ثاني. ما شاء الله كثير الفرق. هنا نقطة نريد أن نعرف. نعم. نحن لابد أن نشوفها كل يوم. نحن كلها بأسماء أجنبية. وهذه مباشرة مؤهلة أنها تلعب في المحترفين. ممكن أن تصعد. نحن تعودنا لأنديتنا اليوم بمسمياتنا بمناطقنا بأسماءنا. نحن نشوف في الدرجة الثانية نحن تخربطنا فيهم من الأسماء الأجنبية الموجودة فيها. أنا أتمنى أن يوضع نظام التسميات في هذا الأندي. بحيث أن نحن لا نشوف في بعض الأسماء. لو صعدت. للمحترفين نشوف أنسباء غريبة علينا. غريبة شركات هذه. لا حتى أنه شركة. بس ليلة اليوم بوثاني من غير مقرات لا لديهم مقر لا لديهم ملاعب. ليس كبيرة مفقودة. هناك أشياء طيب. إذا كان هو غلف لماذا لا يسمى الخليج؟ أو إذا كان هو سيتي لماذا لا يسمى المدينة؟ تقصد أنه لماذا لا يسمى التعريب اللي هو باللغة العربية؟ نحن كفايلة جانبي في الملعب. بعد اسم الفريق أحيب وخليف الزود ما هم خسراني ستة. بعد زباني؟ لا أتكلم. لا أتكلم. أتكلم. ما شكل عام. لنرى أن هناك أسماء غريبة. لا أرى على فكرة وجهة نظارك. وأنا بعد كذلك أضيف عليها بعض من هذه الفرقة. وفكرة تعاني أنها تحصل ملعب. يعني لقبل المباراة بيومين ثلاث أيام ما تعرف الفريق أين بيلعب. يعني في مباراة مباريات دوري الدرجة الأولى. تم تغيير ملعب المباراة ثلاث مرات. لأن الفريق كلما يقدم رسالة يتم الموافقة. وعقب الاعتذار يتم الموافقة. وعقب الاعتذار. وهذه مشكلة بعد ذاتها. اليوم نحن نملك بنيا تحتية مميزة. يعني المفروض يكون هناك في ملعب ثابت طوال الموسم. خلاص أنا أعرف أن فريق أفوا سين والأصاد يلعب في الملعب الفلاني. طيب وخليفة. أخذ وجهة نظار بوثاني. بوثاني في القادم صعب على كل الفرق. بالنسبة للدوري الحين إذا رجعنا للدوري. الجزيرة هو اللي جاي من المباراة الأريح نوعا ما في الجولة القادمة. ما أخذ مباراة كبيرة. هناك مباراة راحة إلى أداء بدني كبير. الشارج النصر. عندك مباراة راحة إلى الأشواط الإضافية. هذه قد تلغي بظلالها على الجولة القادمة. لكن في أريحية كذلك للجزيرة. بحكم النواجهة خصم نوعا ما سهل كان في الملعب. بالفعل أعتقد أن المواجهات القادمة مثل ما تفضل أبو خليفة. مواجهات تعتبر نهاية. مباراة نهاية الفاينل. يعني ممكن يلعب الجزيرة مع الألي الفاينل. صحيح. ممكن يلعب. أفكرة كل الفرق اللي صعدت حققت البطولة مع دل بطاياح. جميع الفرق اللي موجودة الآن سبق الحقق. الفايل البطاياح الفايل. ترشح البطاياح. ليش لا؟ ممكن أن تمشي الأمور من نفسه. شوف إذا خذوا البطاياح كاس رئيس الدولة. نحن هذه على هوة لازم يعينونك في اللجنة الفنية عندهم. اللجنة الفنية موجودة اللجنة الفنية. ليس علي بعد تسيب إليهم من تبعدي. ومن تبع تسيب إليهم كاس رئيس الدولة. الموجودين مقصري طبعا بالنسبة للفريق البطاياح. لكن بالنسبة طبعا أعتقد أن مباراة البطاياح ستكون أمام فريق عجمان. عجمان نعم صحيح. حتى هذه المباراة نوعا ما متنافق. متكافة صراحة. ويعني في مجال أن يكون فريق خفوز. أعتقد أن فريق الجزيرة الفريق الوحيد. أشوفك متعاطف يا البطاياح. يعني التصور الفعل للبطاياح المهمة كافئة. نوعا ما تحب أن تشوف بطلي دي. أنا أحب الفراغ المكافحة. أحب البطاياح. والله وأنت مكافح. أحب عجمان. أنا ما عرفت واحد في الدولة. ما شاء الله لعب في خمس منتخبات. أنت مكافح. انتخب كرة القدم. انتخب الشاطئية. ولعب الججستو. ما شاء الله. والتاكواندو. والتاكواندو. ما شاء الله أربع أو خمس منتخبات. رياضي يا أبو عبد الرحمن. الرياضي لهم يكون عنده. أحين في منتخب ملاعبنا. يعني إذا نتكلم عن فريق الجزيرة. أعتقد الفريق الوحيد. الذي كان عنده الأريحية. بالنسبة للفريق اللعب أمام القلف. حتى التغطي. يعني هناك أمور كثيرة ناقصة. ممكن فريق القلف تتكلمون عن الملاعب. الفريق القلف سمعت أن يتمرن حتى على الملاعب التارتان. يعني اللي هي العشب الصناعي. شو متاح يتمرن عليه؟ يعني تصعب على اللعيبة. أنت تلعب في أرضيه معينة وتتمرن في أرضيه معينة. وملعب التارتان مختلف تماما. مؤذي مؤذي. مش مؤذي بابد الرحمن. ممكن يعملك أي إصابات. لأن الأسفلت ماله هارد على اللعيبة. ممكن يؤثر عليهم. فأنا نقول يعني المكانيات الموجودة المتاح حاليا. وهذا طبعا إن شاء الله في القادة من الأيام يعني حصلوا على مكان من يعملون ملعب. حتى بعض الأنديين. ممكن حتى تعطيهم مجال يتمرنون على الأنديين. إن شاء الله الملاعب. صحيح. الشباب الأهلي عندهم كثير من الملاعب. كم ملعب عنده الشباب الأهلي؟ عنده في دبي ملعب. عنده الشباب ملعب وشباب الأهلي ملعب. صحيح. سالفهم. سالفهم بعد. بخليفة. سالفهم في النات يا حينا بخليفة. خليس يكلمهم. رابعة دراء خلي رب. لا بس. غير الملعب الفرعية ترى. غير الملعب الفرعية. وأتكلم على الملعب الفرعية. أعتقد أنها أغلب الأندية الموجودة في الدرجة الثانية أجر ملعب. حتى الملعب مأجرة عندهم. بخليفة. لا. صحيح. اليوم أنت شوف. اليوم أنت هذه. نحن لا نريد أن نطلع من موضوعنا لكن هذه استمرارياتها مكلفة هذه الأندية لأن كل دعم شخصي أو أشخاص معينين يملكونه أي شركات موجودة؟ بعضها بشركات بعضها أشخاص فهي عملية تواجدها استمرارها في تواجد مكلف فأعتقد أننا لابد أن يوجد حل يوجد حل بشكل معين إذا كان منظومة الرياضة تستلزم تواجدهم بعد أن تعرفنا على أضلاع الدور ربع النهاي لبطولة كأس سيد صاحب سمو رئيس الدولة تبقى فرق الشارقة والجزيرة والعين وهي الوحيدة التي تلعب في جميع البطولات المتاحة وتملك إمكانية التتويج بها في هذا الموصل شيئاً فشيئاً نصل إلى فترة الحسم لهذا الموسم الأمور في دور المحترفين ضبابية نظراً لقوة المنافسة في مراكز المقدمة حيث أن شباب الأهلية تصدروا جدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الشارقة وذات الأمر الملك عن الوحدة دون نسيان تواجد الوصل والجزيرة والعين أيضاً بالقرب من قمة الجدول بعد نهاية الجولة الرابعة عشر دخلنا نوعاً ما في فترة الحسم التي ربما توضح لنا الصورة بشكل أكبر على مستوى مراكز الترتيب البطل ومن سيصارع على مقاعد الهبوط نترك الدوري ونتجه نحو بطولة كأس مصرف أبضاب الإسلامي والتي وصلت إلى دورها النصف نهائي حيث يتواجد هناك الشارقة والجزيرة والعين والنصر وما عدا العميد هناك عامل مشترك بين الملك والفخر والزعيم وهم من يلعبون على الجبهات الثلاث إلى حد هذه اللحظة بتواجدهم في الدور المقبل أيضاً لبطولة كأس رئيس الدولة أي أن فرصة التتويج بالثلاثية لا تزال قائمة عند هذا الثلاثي ويذكر أن خلال فترة المركات الحالي ثلاثة أندية لم تقم بإبرام أي صفقة إلى حد هذه اللحظة وهي الجزيرة والشارقة والعين إذا ما اعتبرنا صفقة التعاقد مع المدافع الكروتي جيدفاج اضطرارية والتي جاءت تعويضاً للمدافع الكولومبي دانييلو أربوليدا بعد الإصابة التي ألمت به ليكون بذلك الاستقرار ربما هو سر النجاح قياساً لتواجد الفرق الثلاثة في جميع البطولات لك أن تتخيل توجد فرق جماهيرها ومشجعي هذه الفرق غير راضي عن الأداء غير راضي عن المردود ولكن لك أن تتخيل أن هذه الفرق تتواجد في كافة المسابقات المتاحة الشارقة واحد من هذه الفرق التي بعد كل مباراة تعج استيديوهات التحليل ماذا قدم كوزمن ماذا قدم بيانيتش ماذا قدم وما زال الفريق موجود في كل البطولات لك أن تتخيل أن جماهير شباب الأهلي قياساً راضي عن الانتدابات الموجودة قياساً راضي عن التأخر في التعاقد مع مهاجب الذي فعلاً يحتاج الفريق ولكن الفريق منافس وينافس في كافة البطولات العين الذي متراجع في كل المستويات والذي بعيد تماماً عن مستواها الطبيعي الذي عرفنا فيه العين ما زال موجود في كافة البطولات المتاحة أبو خليفة الفرق الكبير موجودة حتى بإسمها وثقلها اليوم نتفق أن الشباب الأهلي يحتاج لمهاجب خاصة بعد عودة إصابة إيغور جيسوس نتفق أن الانتدابات ما بعله قدر الطموح الذي يطمح له الجمهور بلا شك ولكن ما زال الفريق متصدر وينافس بكل قوة الشارقة والحديث مستمر يعني هاي كلمة يعني شو سوى كوزمن كثير نسمعها للأمانة ولكن كوزمن حقق كاس رئيس الدولة وينافس في الدورة وعنده اليوم صعود في الكاس وماشي في رتم مستمر فيه موجود في كاس وموجود في كاس المصرف يعني ما يخسر باختصار الفريق شوف السنة المستويات الفنية ما أعتقد أن هناك في فارق كبير بين الفرق كلها على الأساس نشوف اليوم الشكل الموجود فيه المنافسة عندك سبع فرق تقريبا عندها مجال المنافسة هذا مشكل ما شفناه من زمان وسببه أن المستويات متقاربة بين الفرق كلها ما في فريق فارق اليوم ولا في فريق قادر أن يستمر بفوز حالات فوز لكن يفوز ويخسر هذا الشيء على الفرق كلها هناك فرق دائما تكون موجودة في المنافسة يعني حكم حكم خلنا نقول بوجودها واجدها بتاريخها بإرثها بمنافساتها لا بد أنها تكون موجودة في المنافسة وهذه الفرق دائما جماهيرها تنتظر الفوز في كل مباراة صحيح في حالة حدوث أي حبوط في المستويات تراجع في النتائج تلاقي مهما كان شكل الفريق أو مهما كان وضع الفريق هناك بتكون حالة من عدم الرضا عليه وهذا إلى اليوم مثل ما حصل في الشارج مثل ما حصل في العين بالذات بين هالفريقين اليوم لأن الانتدابات الموجودة في الفريقين هذه هي الأعلى والأكبر هم موجودين في أربع بطولات حتى الآن نعم والأميز أن التدابات اليوم موجودة في هذا الفريقين لكن الشارج اليوم يعني عندي مشكلة في الهجوم الأهلي عندهم مشكلة في الهجوم والمفروض والمفروض أن الوضعية الموجودة في الفريق حاليا أن تشجع الموجودين في النادي على التعاقد مع مهاجم لأنه عندهم موجودين في وضعية جيدة في الدوري وفي كأس سيدي صاحب سمو رئيس الدولة بالتالي هناك لا بد أن يكون تركيز على بطولة من البطولتين من خلال استقدام مدرب والوقت اليوم لا يسمح أو مدرب مهاجم استقدام مهاجم لأن باقي العناصر الموجودة كلها متقاربة في المستوى نتكلم عن العناصر الأجنبية العناصر الأجنبية كلها ما فيها إلا كرتابية متميز شوية عن الآخرين لكن بقية سواء مقيمين أو أجانب كلهم في نفس المستوى تقريبا هذه الأساسة نشوف لما المدرب يغير وينزل اليوم تشوف أنت الفريق جماعيا يلعب جماعيا أكثر عندما يكون عنده ناس عندهم مهارات فردية مثل بعض اللاعبين الموجودين فيه نادي الشارجة ونادي العين أسماء الموجودة فيها أسماء ثقيلة أسماء ثقيلة اليوم الشارجة ما دخل في سوق الانتغالات الشتوية وكذلك على فكرة العين أعوض أن اللاعب المصارحة توقعنا أن الشارجة يعني أن يركز على مسألة رأس الحربة ويكون هناك استخدام للعب رأس الحربة خاصة بعد يعني أن هذا المركز شاغر عنده من ملانغو راح القطرة وكذا هذا المركز شاغر فبالتالي وسمعنا هناك أسماء ما كانت مرشحة في أوقات من أثناء أو قبل افتتاح المركات الشتوية أنه في أسماء باتي وهل أساس أن الفريق يواجه ياهم ديوب لكن ديوب أصل بطولة وروح الكاثير مهاجم ثاني حتى في موجود ملانغو كموقع يلعب الآن كمهاجم ثاني مهاجم ثاني لا مهاجم صريح لا مهاجم صريح اليوم العين أنت اليوم العين عنده أسماء كبيرة لكن هزة صارت في العين في الدور الأول وخسائر لم يتوقعين هالجماهير تحصل مع الفريق وخاصة أنه البطل نعم من موسم الماضي وأنهم مهيئين للمنافسة لكن هذه طبعا وجدت هذا الشيء لكن الآن الفرصة أمام الفرق هذه لمصالحة الجماهير جميل ولتحقيق بطولات ولتحقيق لأننا دخلنا خلاص الآن دخلنا في وقت الحصات الآن نهايات وتبدأ عنا من شهر ثلاثة وتبدأ عنا النهايات وبيمتين عند الدوري فنشوف هناك فرصة الآن لتصحيح للفرق اللي بتجهز نفسه يعني الوصل جهز نفسه في فترة ماضية بشكل جيد وشفنا وشفنا انعكاسه هذا على المبارات مثل المبارات أمام الوحدة نعم فشفنا يعني الآن جهز نفسه وبدأ أنا ما بقدر أقول الوصل بطولة لكن الوصل شكل مختلف على المواسم السابقة وشكل مختلف حتى على الدور الأول طيب بخيت السؤال دايما يتكرر عن الشارجة وين اللعبين الأجانب وين الأسماء العالمية لكن واقعيا الشارجة حقق بطولة كانت متاحة أهلة في هذا الموسم الكاسة اللي لعبه الموسم الماضي موجود فيه أربع بطولات وعلى فكرة كوزمن يعني هو أمام رقم تاريخي إذا ما استطاع يحقق باقي البطولات فهو المدرب الوحيد اللي كان متاح لخمس بطولات في الموسم وحق مشروع موجود الفريق اليوم وعبد الرحمن يمكن تصريح سمعت أنا من سيد كوزمن قال يعني أظل الانتقادات اللي أنا أسمعها أو أتوجه لي أنا كمدرب لكن أنا متواجد في جميع البطولات وما زلت وعندي المجال أني أحقق جميع البطولات هاي نقطة النقطة اللي الناس يمكن ما في فاهمينه من نصف للجماهير نادي الشارجة جماهير نادي الشارجة يبون المتعة يبون الفوز يبونك تسح هذه السالف اللي موجودة حاليا على ضوء الأسامي اللي تواجدت والأسامي القوي اللي يت طبعا والاستقبابات والمبالغ اللي الصرفة اللي سمعنا عنها هذا هو اللي يبونه فريق الشارجة وبعدها فيه تهديد كان صريح من جماهير نادي الشارجة يعني يعني يخوزوا يا جماهير البطولات كلها لنا فالمستوى لا يخسر بسهولة نعم المستوى اللي يظهر في الفريق أحيانا يعني أحيانا مثلا يكون الفوز بشق الأنفس أحيانا يتعادل أحيانا يعني كان متصدر وخسر ومم استفيد من الملعب متصدر وخسر الصدارة هذه الأمور البسيطة التي تحدث لفريق الشارجة هي التي تجعل الجماهير ليس برتاحة وليس مضطمنة على وضعها لكن بعد في المقابل يعني أنت مثل ما تفضلت أن كوزمين يرد أن أنا موجود في كل البطولات طيب ممكن كوزمين يجيك في نهاية الحصاد شايلة ثلاث أربع بطولات من الموسم ويقول لك هذا اللي أنا كنت أريده من الموسم هذا وارد بطولة الكاس يعني كاس رئيس الدولة بكرة وحدة خدت كأب أنا يطلق الكاس والكاس طبعا كان صعب دايما على كوزمين لكن يابلك الكاس وحاليا الفريق قلت لك المستوى الفني طيب هم يبقون الفريق يطلق مستوى فني خيد 25 فبراير الشارقة مع العين في كاس السوبر الفريقين متراجعين كأداء العين يدوب يفوز 1-0 والشارج يدوب يفوز 1-0 فارق العين في فوزه في المباريات فارق هدف من فترة طويلة حتى مبارات البطايح في الدوري نفس الطريقة مع أخوار فكان نفس الطريقة والشارج بعد بنفس الطريقة 1-0 فرق في الدوري و1-0 في الكاس الأمور متقاربة بين الفريقين منه تشوف أقرب لهذه البطولة وهي ثاني بطولات الموسب الفريقين طبعا مثل ما تفضلت فريق العين حاليا طبعا بعد الفوز الأخير والتقرب بشكل كبير للمنافسة الدورية ممكن فرق بينه وبين الأول خمس نقاط صحيح أعتقد أن هنا إذا رجع العين العين المعروف على المستوى الموجود اللعيب الموجودين حاليا فالعين يخوف إذا رجع ولكن نقول في العين اللي ناقضنه بشكل واضح لابا كل المباريات يمكن الدقائق الأخيرة أو اللي يفرق يعمل طيب الذكر لابا إلى الحين ما وقع وجهة نظرك شو السر يعني إلى الآن لابا في الوقت الحالي ما وقع ما وقع يمكن اللجنة الفنية ما وصلت لحل مع اللاعب يمكن عنده عروض ثانية فهو يمكن يرتديل على فكرة هو لاعب على مستوى عالم هو قال على فكرة في تصريحة قال أنا أتمنى أني أعتزل في العين أني عيناوي فهو واضح هذا قبل لا لا من خلال خلال المفاورات فهو واضح أني كأني يقول أني أنا لدي طلبات من حقي أني توافقون عليها لأني أنا يوم أهداف الأول استمعنا من قبل حتى فتا حتى في المسلم زمان قالي للكلام وقديم مش حينة هذا هو في فترة تجديد قال أنا أتمنى أني أعتزل في العين ممكن سوى قريب من البقاء وقعيا العين ومع لابا قاعدين يشكلون شيء كبير أقول لك هو المنقذ فريق العين بدون لابا في الفترة الأخيرة الصراحة هو المنقذ للفريق دائما في المباريات ويمكن الدوري اللي حصلوا عليه الموصل الإطاف سب لابا في كثير من الواجهات اللي كانت بينه والسنة تلحير البارات المفصلية كان لابا هو العنصر المؤثر وهو اللي طبعا أنقذ العين في الشارجة عندك كايو المنقذ طيب الاثنين إذا قابوا تغيب الخطورة بشكل كبير نعم نعم أعتقد أن بارات هي بتكون الأقرب للشارجة لأن الوضع الفني بنرجع في التفاصيل عشان مزع العينوية خلنا نشوف يعني جولتين من الدوري وبنرجع للكاس إن شاء الله كاس السوبر وياك اللي شوف اللي شوف الله طبعا الله بركك وهذه الكاش خستمر فيها اليوم مسباح على لون الغترة ما شاء الله شفت المسباح أشوفها ما شاء الله واخشين عنك ذكر عافية بذاني يا برحمة برحمة شكر التقديل لك وخليفة ما قصرت شكر التقديل لك الله سلمك عبد الرحمن حلقة سريعة وخفيفة ما بعد الكاس لا حلقة دسمة رفرش اسمي دائما بخيط عندك كل الحصري والدسم والله حصري عندك أبو عبد الرحمن نستمر إن شاء الله في حلقة قادمة وتحديدا في يوم قد ولكن رح نقترب أكثر من دوري أدنك للمحترفين اللي بدأت فيه المتعة والإثارة تزيد أكثر وأكثر ما بين فرق القمة وبدأت الأمور تنكشف لكثير من الفريق والشعار الكبير يبقى كبير وعاده الكبار لمواقعهم الطبيعية إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر